اشتركوا في القناة لما اغزى من تحت من عند الديل فتحس انك سائع كده ومتدلع واقعت في تلاجة من كتر اللي انت عاش محدش عايش في اي مكان في مصر مجريش ورا كلب قبل كده بس خلاص احنا وكلاب الشوارع بقى فيه بالنديل ان هسيبك تجري وراي براحتك في المقابل انك مش هتعدني والدنيا ماشي حلاوة الجلابية عمرها ما هتغزلك في موقف زي ده لان الجلابية فيها اوبشن انك تتني نصها تحتني كده وترفعها كده يجيب الكنغور كده شمر جزء منها ورفعه بأديك وخلي الرجل يعب اي وزن تحبه كيلو اتنين تلاتة وشيله وامشي جيوب الجلابية مش مجرد جيوب تقدر تعتبرها شوارع بتمتد من عند الوسط الشمالة اللي حد فوق الرجبة جنوبة يعني فلوسك في امان انت شخصيا مش هتعرف تخرجها من المتاهة دي تاني الجلابية هي المعنى الحقيقية للرحة والرحرحة بمعنى انها هتحررك من كل القيود كمان هتكون حنينة عليك جدا في موضوع الوقت يعني مثلا لو مدي معادل واحد صاحبك الساعة عشرة تقدر تسحى الساعة عشرة برضو لانها مش هتاخد اكتر من تسع سواني في لبسها او ثانية مين قال ان الجلابية لبسة عادي تخيل نفسك لابس جلابية سكري وضرب عليها شف شبك الجلدي البوني الجميل اللي تنتسهم جارتك وجابته لك هدية لما كانت بتعمل عمرة وماشي بيه في الشارع تخيل نظرة الناس لك كده ولا اجدعها ساري عربي الجلابية هي اللبس الرسمي اليوم الجمعة بعد الصلاة لما بتتجمع مع صحابك وتشوفهم لابسين كلهم جلابيات بتحس بإحساس الفريق الواحد اهلينا في كل محافظات مصر لبسوهم الرسمي الجلابية الشرقية المنوفية الدأهلية الإسماعيلية مطروح سهاج المينيا أسيود لقص أسوان تخيل لو قاعد في أكل البطيخ ولابس بانطلون أو بيجامع شكلك هيبقى قصاد العيلة طب قصاد البطيخة البطيخ بيحب الجلابية والجلابية بتحب البطيخ وميلبس الحتة البيضة وبطيختك وطبق الجبنة وقعد شلح في كده لحد الصبح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر